السلام عليكم حقوم بشرح لإجراء تمرين الشم عند مرضى فاقدي حاسة الشم والمصابين بمرض فيروس كورونا المسجد ينصح بإجراء هذا التمرين عند المرضى إذا لم تعد حاسة الشم بعد أسبوعين من الإصابة لكن يمكن للمريض أن يقوم بهذا الإجراء بوقت أبكر من ذلك إذا كان يحب يبلش مبكرا الخطوات الإجراء هي ما يلي أولا يتم انتقاء أربعة روايح قوية ونافذة من الشغلات الموجودة في البيت أنا نحيت هنا لينونة مأسومة بالنص فلفل حار نعناع إضافة لبصل لكن يمكن انتقاء أي روايح موجودة عليكم في المنزل الخطوة الثانية يتم انتقاء مكان هادئ بعيد عن ضوضاء لكي يتم التركيز على هذه الروائح الخطوة الثالثة نأخذ كل رائحة لوحدة نقربها إلى الأنف ونقوم بشم عدة مرات لمدة عشرين ثانية شمات صغيرة بحيث يصل إلى الأنف ما في داعي تصلي الرائحة بالشكل التالي وبالتالي عشرين ثانية وربعاتها حين تما خلص في عشرين ثانية بحطة طبعا المريض ما عبيشين بالبداية بكون فبعد عشرين ثانية تماما بحطها على جنب وبيستنى دقيقة كاملة لحتى تروح الريحة من الأنف ونستعد للرائحة الثانية بعد ذلك نأخذ الرائحة الثانية ونكرر نفس العملية شمات صغيرة لمدة عشرين ثانية نحطها على جنب دقيقة كاملة نأخذ المادة الثالثة ونشمها لمدة عشرين ثانية بعد أن نحطها على جنب نرتاح دقيقة ونأخذ المادة الرابعة من شمال لمدة عشرين ثانية ونحطها على جنب يتم تكرير هذه العملية مرتين باليوم لمدة ثلاثة أشهر وممكن أطوى منها الشيادة لأن الحاسة ممكن ما ترجع خلال أسابيع أو أشهر ممكن نظل الحاسة مفقودة لفترة طويلة ترتيب هذه المواد ما له أهمية يعني ممكن تبلش كل مرة بشكل مختلف إذا كان نسي الواحد شو الروائحة اللي تم ترتيبها بالمرة الأولى بهالشكل هذا بإذن الله تعالى يتم عودة الحاسة خلال عملية التمرين هذا طبعا الدراسات أظهرت أن هذا الإجراء له نتائج إيجابية يمكن أن تؤدي إلى عودة الحاسة بشكل أسرع مما هو عليه عند المرضى اللي ما ساووها التمرين هذا أرجو لكم السلامة والصحة والعافية شكرا لكم